اشتركوا في القناة تواصل القصف في دمشق ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى وجه رئيس الجمهورية المواقد محمد المنصف المرزوق برقية تهنئة لباراك اوباما بمناسبة عادة انتخابه رئيسا للولاية المتحدة الامريكية لولاية ثانية واكد المرزوق في هذه البرقية بحسب بلغا لرئاسة الجمهورية على متانة العلاقات بين البلدين والشعبين والتي تدعمت خاصة بعد ثورة الحرية والكرامة معبرا عن ثقة في ان تشهد هذه الفترة الرئاسية مزيدا من الحيوية والديناميكية في العلاقات الثنائية لترقى الى مستوى الشراكة الاستراتيجية والجدير بذكران عديد الاحزاب والنشطين السياسيين قد توجهوا الى مقر سفارة الامريكية بتونس لتوجيه التهاني للسفير الامريكي جاكوب ويلسا انطلقت اليوم فعالية الملتقة التونسية الامريكية حول التعليم العالي الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمية بالتعاون مع اميديست باشرف الوزير التعليم العالي المنصف بن سالم ويهدف هذا الملتقة الذي يتوصل الى يوم غد الى استكشاف مظاهر من تجارب التعليم العالي في الولايات المتحدة التي يمكن ان تتماشى مع تونس ويمكن ان تساهم في استقلالية الجامعة التونسية وتحسين جودة التدريس بها صراحة وزير العدل النوردين البحيري ان هناك اقل من 140 موقوفا محسوبين على الطيار السلفية كما نفى بشدة ان يكون عددهم وصلا الى 900 موقوفا مثلما رجى داعيا الى الكف عن الاشاعات واوضح البحيري انه تم احالة 123 موقوفا في احداث السفرة الامريكية على القضاء فيما تم اطلق صراحي 12 ولا يزال ثلاثة من المورطين في الاحداث التي جدت يوم الرابع عشر من شهر سبتمبر الماضي في حالة فرارة ورفض وصف الموقوفين بالسلفين وقال انهم واطنون تونسيون يمكن ان يكون منهم سلفيين يسريين او نهضويين شيوعيين او غير ذلك فيلم نهلا تعرض رئيس منطقة المنهلا الحرس الوطني المنصف الزين مساء امس الى اعتداء على مستوى الوجه بواسطة سلاح ابيض من قبل شخصين كان يمططيان دراجة نارية وذلك اثناء قيمه بدورية وتجدر الاشارة الى ان الحالة الصحية لرئيس المنطقة مستقرة وما زال يتلقى العلاج بمستشفى شرنيكول نظم اليوم عدد من مكونات المجتمع المدني بمشاركة عدد من الاحزاب وقفة احتجاجية امام وزارة الصناعة احتجاجا على عزم وزير الصناعة محمد امين الشخاري منح شركة شال الموافقة النهائية للتنقيب عن الغاز الصخري في تونس وبين عدد من الجمعيات التداعيات البيئية الخطيرة للتقنيات المستعملة لاستكشاف واستخراج غاز شيست ومخلفاتها من مظار صحية سرطانية واستنذاف وتلوث لمخسوننا من مياه سطحية وجوفية اضافة الى اخطار الزلزال بالنسبة للغاز الصخري المخاطر متاعه كثيرة نجمه نبداول ان المخاطر عنده في معتها الكمية الهائلة والمهولة متى المياه التي يقع استعمالها من خلال التنقيب على الغاز هذي حيث بير بركة متى الغاز الصخري يقع استعمال ما بين 8 و10 مليون متر مربع من المياه كثوة السطحية كثوة الجوفية واذا نحن نعرف واللي في تونس عنا مشكلة كبيرة متى مياه هنا نقطة استفهم عنا بلايس قادة غير مياه والتعمنا ونحن عند المياه وربي رزقنا بالمياه ونستنزفوه فيه ونسيبوه هنا نقطة استفهم الخطر الثاني في المواد الكيميائية المستعملة والاختيرة والسامة والسرطانية فما اكثر من 7000 مادة كيميائية يقع استعمالها خلال عملية التنقيب على بير بركة متى الغاز الصخري الحكومة هذه مقات مشتبيع دونك ولت غرضوها شيل افيك لفان مليار دو دينار مش مش تخدم الدولة راهي راهي كلها بش يجي حشيك سموم بش تتزرع في باطن الأرض وتخرج في المياه الجوفية وبش تبيد الإنسان والحيوان والنبات وكل شيء هذا مش صحيح بجلسين في تونس وطلبت الجمعيات البيئية وبعض نواب المجلس الوطني تأسيسي مساءلة وزير الصناعة ووزيرة البيئة مامية البنة حول الرخصة المسندة لشركة شال ومد احترامهم لإجراءات المتعلقة بحماية صحة الإنسان والمحيط والبيئة والثروات الطبيعية فما بعض من الانساميهم لزنجو دوتر انجو كي تدخل فيها فلوس 20 مليار دينار كما صرح السيد الوزير فممكن هنا يوقع تغليب المادة ومش ملممكن أكيد وقع تغليب المادة على صحة التونسي ونحنا نقول له لي والله الاتفاقية هذه تغليك معناها سؤال ساعة يقعد حيرك كيفاش معناها العبادة هذه تعمل معناها في المشاريع هذه ومتخممش على الجيال اللي جاية من بعد هذا ودع المحتجون إلى مقاطعة منتجات شركة شال وطالبوا المجلس الوطني التأسيسي والحكومة بالتجميد الفوري لعمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الصخري ثمانية واضحة من الوزارة الصناعة أنها تعطي رخصة للشركات هذه والمشكلة أنه حتى قانون يأثر استخراج المحروقات الغير تقليدية ثم قوانين تخص المحروقات الغير تقليدية لكن المحروقات الغير تقليدية كما استخراج الغاز الصخري أو استخراج البترول الصخري اللي هي مشكلة الحال خطر اللي يقول لك الغاز الصخري مش صحيح يعني معطيات اللي نعرفها دل لأنه النية متاع الشركة هذه مش استخراج الغاز بل استخراج الزيت الصخري وهذا أخطر وأخطر بكثير نحن قمنا بتوجيه سؤال شفوي عن طريق رئيس المجلس إلى السيد الوزير نطلب فيه أن يتقدم ويبين بكل صراحة وبشفافية مطلقة الموضوع هذا حتى ينظر فيه المجلس وما يخوشي أما عندوش حق باش يتخذ أي قرار ما لم يكن المجلس هو صاحب السيادة والشرعية في البلاد اتفاقية شركة شال ووزارة الصناعة لاستخراج الغاز الصخري قد تكون مغرية بالنسبة لوزير الصناعة لكن الأهم أن تكلفتها باهظة تكلف تونس مظارا سياحية وفلاحية شرع المجلس الوطني التأسيسي في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا للانتخابات التي ستشرف بصفة دائمة على الانتخابات والاستفتاءات وذلك بعد حوالي ثمانية أشهر من النقاشات والمشاورات بين الأحزاب السياسية وممثلية المجتمع المدني في إطار المجلس التأسيسي وخارجه وقال رئيس المجلس مصطفى بن شعفر إن المجلس يشرع اليوم في مناقشة فصول المشروع فصلا فصلا وهي فصول حصلت في معظمها على التوافق في مستوى أشغال لجنة التشريع العامة التي تكفلت بإعداد المشروع في صيغة توفيقية بين مشروع الحكومة ومشاريع من خارج المجلس التأسيسية في كبلي أكدت دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أن قطاع التمور بالجهة يعاني من عدة إشكالات أهمها نقص اليد العاملة وارتفاع أجرتها وجدير بالذكر أن إنتاج ولاية تكبلي التي تمثل واحاتها 57% من الواحات الوطنية يساهم بنسبة 9% من إجمال صادرات البلاد في مدنين نشب حريق في مصنع للحشاية والموس اليوم نجم عن ماس كهربائي حسب ما أكده صاحب المصنع ومن جهته أكد ملازم من الإدارة الجهوية للحماية المدنية عمر بوعبيت أن الحريقة لم يأتي على كامل المصنع ولم يخلف خسائر بشرية ولكنه خلف بعض الخسائر المادية داخل المصنع فتحت الإدارة العامة للديوانة منظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 96 ملازما للديوانة ويمكن ترشح لهذه المناظرة للحاصلين على الإجازة نظام أمد أو الأستاذية أو ما يعاد لهما وستجرى الاختبارات يوم 14 من جنف القادم وحدد تاريخ بداية قبول ترشحات يوم 19 من نوفمبر وتاريخ اختتامه يوم 1 ديسمبر وترسل مطالب ترشح عن طريق البريد إلى العنوان التالي الإدارة العامة للديوانة إدارة الأعوان والتكوين 44-42 شارع مدريد تونس كما تفتح الإدارة منظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 450 عارفا للديوانة ويفتح باب المشاركة للمترشحين الذين أتموا السنة الثانية كاملة من المرحلة الثانية للتعليم الثانوي وجه المدرب سامي ترابلسي الدعوة لـ 22 لاعبا للمشاركة في اللقاء الودي الذي سيجمع المنتخب التونسي لكرة القدم مع نظيره السويسري يوم 14 نوفمبر الجاري بسوسة على الساعة السادسة في إطار الأعداد لكاس أمام إفريقيا جنوب إفريقيا 13 ألفين وعد الرئيس الأمريكي الفائز في ولاية رئاسية ثانية بارك أوباما أنصاره بأن الأفضل قادم للولايات المتحدة في المقابل أقر منافسه الجمهوري ميت رومني بهزيمته وأضف أنه اتصل بأوباما لتهنئته على فوزه وتمنى له التوفيق في رئاسته الثانية وأضفر أوباما بولاية رئاسية ثانية بعد فوز ساحق على رومني بعدما حصل على أصوات 303 من كبار الناخبين أي ما يزيد ب33 صوتا على 270 التي يفترض الحصول عليها للفوز في الانتخابات الرئاسية وذلك رغم ضعف الانتعاش الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة الذين يخيم على حملته الانتخابية هذا وهنأ عدد من رؤساء الدول أوباما على فوزه بولاية ثانية وأعرب وزير الخارجية الروسي لفروف عن استعداد موسكو لتعاون مع إدارة بارك أوباما الجديدة كما وجه الرئيس التونسي برقية تهنئة لبارك أوباما موسيقى في سوريا قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون بجروح إذرى قصف بقذائف الهون وسط العاصمة السورية دمشق وقال شهود عيان أنهم شاهدوا أعمدة الدخان تتساقط بعد سقوط نحو إثنتي عشرة قذيفة على حي تقتنه غالبية علوية موسيقى في الباكستان أعلنت السلطة الباكستانية مقتل ستة أشخاص على الأقل بينهم ضابط شرطة برتبة كبيرة وأصيب أكثر من ثلاثين آخرون في هجوم انتحاري اليوم استهدف الشرطة في بيشاور كبرى مدن شمال غرب باكستان وأفادت مصادر أمنية أن انتحاريا راجلا فجر قنبلة كان يحملها قرب سيارة مسؤول كبير في الشرطة المحلية هلال حيدر مما أسفر عن مقتله موسيقى في البحرين أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم أن السلطات البحرينية قد سحبت الجنسية من واحد وثلاثين ناشطا شيعيا من بينهم نائبان سابقان عن جمعيات الوفاق الشيعية جواد وبيلا الفيروس بسبب الإضرار بأمن الدولة بحسب ما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية وأضف نص البيان أنه بالاستناد إلى قانون الجنسية الذي يجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا ما تسبب في الإضرار بأمن الدولة وذكرت وزارة الداخلية أن كل من لديه اعتراض على تلك القرارات من بين الواحد وثلاثين شخصا المذكورين يمكنه اللجوء إلى القضاء شرعت الحكومة الفرنسية اليوم في مناقشة مشروع قانون يقضي بإعطاء حق الزواج لمثلي الجنس وبتبني الأطفال ويأتي هذا المشروع الذي سيعرض لاحقا على البرلمان استجابة للتعاهدات التي قطعها فرنسوا هولاند خلال حملته الانتخابية والذي وعد في حال توليه السلطة بإعطاء الحق لهذه الفئة من المواطنين الفرنسيين بالزواج والاستفادة من جميع الحقوق المنوطة به نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوين ارتياح دولي لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما لولاية ثانية وقفة احتجاجية أمام وزارة الصناعة لمطالبة الحكومة بالتجميد الفوري لعمليات التنقيب عن الغاز الصخري تواصل القصف في دمشق ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى